ترجمة نانسي قنقر من خلال طرح خدمة إنجاز معاملات العملة المنزلية إلكترونياً حيث تتيح هذه الخدمة إتمام جميع العمليات المتعلقة بالعملة المنزلية من خلال نظام إدارة العملة الوافدة عن طريق استخدام المفتاح الإلكتروني المستوى المتقدم الذي يتم إصداره عن طريق هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية نظام العملة المنزلية اعتبر أحد الأنظمة الأساسية التي تم إطلاقها مؤخراً من هيئة تنظيم سوق العمل وهو نظام يمس جميع شرائع المجتمع ونحن في هيئة تنظيم سوق العمل عندنا تركيز أساسي على موضوع تطوير هذه الخدمات بشكل مستمر عشان نلقي استحسام من المستخدمين بشكل أساسي الشق الثاني طبعاً هو أساساً أننا في هيئة تنظيم سوق العمل عندنا استراتيجية متكاملة للتحول الرقمي والإلكتروني حق جميع الخدمات عشان يكون فيها إن شاء الله تسهيل إلى جميع المستخدمين بشكل عام تسهيل الخدمات قبل كان يحتاج المواطن أنه يلجأ إلى فروع ومراكز هيئة تنظيم سوق العمل لإجراء المعاملات وبالوضع الحالي يقدر عن طريق الدخول على طريق التلفون أو عن طريق الكمبيوتر عنده إنه بإجراء أي معاملة في أي وقت وفي ربط إلكتروني بينه وبين الجهات فراح تتم العمليات خلال المدة المحددة لها في خدمات ممكن أنها يتتم في نفس اللحظة مثل تجديد تصريح العمل والإلغاء خدمة ثورية وفي بعض الخدمات التي تحتاج تدقيق من قبل الجهات لتم الموافقة عليه من أبرز الخدمات أو النفع الذي يعود على المواطنين أنه بإمكانهم الدفع عن طريق النظام بشكل مباشر خدمات متنوعة يقدمها هذا النظام الإلكتروني حيث يساهم في توفير الوقت والجهد على طالب الخدمة خصوصا أنها تتيح المجال أمامه لإنجازها في أي وقت نظام العمالة المنزلية للتسهيل على المواطنين والاستفادة من هذه الخدمات سيكون موجها بالدرجة الأولى إلى حالات الاستقدام المباشر للعمالة المنزلية وأن تشهيل النظام حرصنا على توفير أعلى درجات الحماية والأمن للعملاء وذلك بتقديم الخدمات من خلال نظام العمالة الوافدة باستخدام المفتاح الإلكتروني المتقدم الصادر من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لصاحب العمل كما أن الهيئة مستمرة في تقديم خدماتها من خلال الفروع لمن يرغب في ذلك ما رحنا بشكل إلكتروني فقط إحنا حتى المستندات قللناها قللنا عدد الإجراءات عندنا قللنا عدد الخطوات وقت الإنجاز قصر عندنا بسبب التقديم الإلكتروني ومو بس التقديم الإلكتروني حتى طريقة التدقيق اختلفت طورنا من الإجراءات الداخلية اللي عندنا بحيث الإجراء قابل يأخذ ثلاثة يوم عمل صار يأخذ يوم عمل واحد وصار يصير بشكل فوري فإحنا فخورين بهذه الإنجاز التحديث الجديد في نظام العمالات المنزلية يأتي استكمالا لجهود الهيئة في إعادة هندسة الإجراءات وعملية التحول الإلكتروني للخدمات التي تقدمها للعملاء مع استمرار فتح أفوابها في كافة فروع الهيئة لمن يرغب يأتي تدشين الخدمات الإلكترونية لتصاريح العمالة المنزلية ليساهم في تسهيل الإجراءات على أصحاب الأعمال لإنجاز معاملاتهم إلكترونيا من خلال نظام إدارة العمالة الوافدة دون الحاجة إلى زيارة مقر الهيئة خولة لجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين